السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم في حلقة جديدة من السوق اليوم مع الرمز معكم رامل رشاد النهاردة عاملين فيديو مخصص لتحليل سهم أرابتك هنبتدي بالديلت شارت ونشوف ايه اللي بيحصل في سهم أرابتك من شهر مايو الغاد الوقت نبتدي من اليمين لشمال عندنا اختراق إيجابي لمستوى مقامة مهم مستوى الدرهم وتمانين فلس عندنا ارتفاع في أحجام التداول ولكن اللي أهم من الارتفاع في أحجام التداول والأهم من هذا الإغلاق إن احنا كان عندنا sign of weakness في الـ background فينه sign of weakness اللي كان عندنا في الـ background اللي كانت موجودة في بداية شهر سبتمبر اللي هي الارتفاع العنيف اللي تم في سهم أرابتك اللي تم بأحجام تداول كبيرة أول يوم اللي يوم التاني كان انخفاض أحجام تداول زي ما احنا شايفين كبيرة ومن هنا عملنا تصحيح 100% من الطلعة اللي احنا طلعناها في جلسة واحدة في الواقع وبعد كده بتالي نطلع بشكل ضعيف لمستوى المقامة إن السهم يبتدي يبني أحجام تداول كبيرة هنا وبعدين يبتدي يتحرك بشكل عرضي ويطلع تاني يبني أحجام تداول أكبر فبالتالي هو بيتخطى القمة والهاي بتاع البرات اللي شاهدت أحجام تداول كبيرة فبالتالي بيحول كل الناس اللي اشتروا في أو عفواً اللي بيعوا في البرات دي إن هما دراتي بيحملوا مراكز خسرانة بيشوفوا إن هما بيعوا مثلاً السهم على مستوى الدرهم 80 لكن السهم يتداول على مستوى الدرهم 83 أحجام تداول كبيرة تم تنفيذها هنا فبالتالي تم شراء أسهم كتيرة وتم بيع أسهم كتيرة فإن السهم يتخطى القمة بتاعة البرات اللي تمت فيها أحجام تداول كبيرة design of strength قوية جداً تشير إلى إن فيه تغير كبير في الاتجاه مش بس بنختارق القمة دي كمان بنختارق القمة اللي قابلها هل كده بس اللي ظهر في delete short؟ لا لو إحنا بصينا من بقى بداية شهر مايو لغاية دلوقتي حالينا إحنا كان عندنا سلسلة من القيعان المرتفع فبالتالي فيه strength قوي جداً في الـ background عندنا إحنا عندنا سلسلة من القيعان المرتفعة قاع في شهر مايو قاع مرتفع في شهر جون وبعد كده شهر سبتمبر حتى وإحنا بنا نخافض ما قدرناش أن إحنا نوصل للقاع بتاع بداية شهر سبتمبر وإحنا نكون قاع تاني فبالتالي عندنا سلسلة من القمم الصعيدة والقيعان الصعيدة وهذا اللي اختراق يعتبر اختراق إيجابي لو ثبت صحته ولو ثبت السهم بقوة أعلى مستوى الدرهم 83 فده هيعتبر مش مجرد اختراقه ولكن هنرجع نبص على الـ background هلاقي عندنا إشارات إيجابية كتيرة جداً طيب إيه تاني اللي لفت نظرنا في السهم على الـ weekly short لفت نظرنا حاجة برضو مهمة جداً تتعلق باللي احنا شوية قلناه في الـ daily short من شهر 7-2017 كل الارتفاعات الكبيرة اللي بتتم في السهم بأحجام تداول كبيرة بتعتبر قمة سعرية السهم عمر ما بيتخطى هذه القمة السعرية وبيبتري يتحرك في اتجاه هابط بعد كده قمة سعرية جديدة ارتفاع في أحجام تداول السهم عمر ما بيتخطى الـ high بتاع هذه القمة بيبتري ينخفض مرة أخرى ارتفاع جديد وقمة سعرية جديدة أحجام تداول كبيرة بيشكل قاع قمة سعرية وما بيتخطى القمة دي وبيرجع ينخفض المضادة تكرر تاني هنا والمضادة تكرر تاني هنا طب ايه الجديد اللي هنا بقى اللي عندنا ان احنا عملنا أحجام التداول الكبيرة دي وفعلاً كانت قمة سعرية لمدة 3 أسابيع ولكن دلوقتي بنتخطاها فبتالي ده تغير في السلوك تغير واضح في السلوك بتاع السهم هل احنا تخطناها بشكل مؤكد مؤكد واغلاق مؤكد أعلى مستوى الدرهم 83 على الويكليد شورت لو ده حصل فتغير واضح في السلوك ممكن يرجع تاني يستهم بسهولة جدا يتداول عند القمة بتاعة 2019 القمة بتاعة 2000 اه بالضبط بداية 2000 وصحاتة عند مستوى الدرهم 2 و20 فلس اخر حاجة هنبص عليها هو الاول لتشورت برضو الاول لتشورت في قوة القوة جاءت منين بداية الجلسة بتاعة يوم 6 سبتمبر الارتفاع القوي اللي تم لكن هنا بعد الضعف اغلقنا على اللوب تاعة البرة دي احجام تداول كبيرة اتحركنا بشكل عرضي ولكن رجعنا تاني بالبرة الايجابية برضو اغلقنا شوية بعيد عن الهايد هنا ممكن يكون sign of weakness ولكن البرة اللي بعديها على طول لغت ال sign of weakness انخفاض ضعيف احجام تداول قليلة رجعنا اغلقنا على الهايد بعد كده ارتفاع تاني في sign of weakness اغلاق على منتصف البار احجام تداول كبيرة لكن البارة الأخيرة في جلسة مبارح لغت الصينوف ويكنس وبالتالي متوقعين البارة بتاعت النهاردة آخر تدورة يوم الأسبوع تكون بارة إيجابية أهم سابورت هنا فين هو مستوى الدرهم 79 ساهم عرب تيك بالنسبة للمحفظة الفنية الأسبوعية محفظة الرمز الفنية الأسبوعي لهذا الأسبوع كان أضفناه في بداية الأسبوع كان سعر الشرع على مستوى الدرهم 77 ووصل الساهم مبارح للمستهرف بتاعنا الأول عند مستوى الدرهم 85 عندنا مستهرف تاني بين 89 وال93 بنضيف مرة تانية ساهم عرب تيك للمحفظة التارجت بين 89 وال93 ووقف الخسائر عند مستوى الدرهم 79 طبعا الفيديو اللي احنا بنسجله دلوقتي التحليل المفصل لساهم عرب تيك موجود هنا في الويكلي كوفرت ستوك وده اللينك بتاع الفيديو لحضراتكو بتشوفو دلوقتي كان معاكم رامي رشاد بشكور شكرا جزيلا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة